قم بحل x زاء الثمانية أقل من أو تساوي 6 وقم بتمثيل الحل بيانيا إذن لدينا x زاء الثمانية أقل من أو تساوي 6 دعونا نجد قيمة x في هذه المتباينة وأبسط طريقة هي أن نعزل x إذن دعونا نعزل x على الجانب الأيسر بما أنها موجودة هنا أساسا فسوف نتخلص من هذه الثمانية وأفضل طريقة للتخلص من هذه الثمانية هي أن نطرح ثمانية من كل الطرفين إذن دعونا نطرح ثمانية من كل الطرفين وهذا لن يغير من اتجاه المتباينة إذن في الجانب الأيسر x زائد ثمانية ناقص ثمانية يتبقى x في الجانب الأيمن 6 ناقص ثمانية تساوي ناقص اثنين ولا يزال لدينا أقل من أو يساوي لقد قمنا بحل المتباينة لدينا x أقل من أو تساوي سالب اثنين إذن دعونا نقوم برسمها على خط الأعداد ذلك هو خط الأعداد دعونا نضع الصفر هنا ربما إذا انتقلنا سنضع واحد ثم ننتقل إلى سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة ويمكننا الاستمرار بالانتقال على اليسار ونريد جميع قيم x التي تكون أقل من أو تساوي سالب اثنين بما أنه يمكن أن يساوي سالب اثنين فسوف نملأ الدائرة على الخط هنا على سالب اثنين وجميع القيم التي أقل من ذلك إذا كانت أقل من أي إذا لم يكن إشارة مساوى فسوف نضع دائرة مفتوحة لكن بما أنها أقل من أو يساوي فعلينا أن نغلق هذه الدائرة ثم إننا نريد جميع القيم الأقل من ذلك ويمكنك أن تجرب عدة قيم وتتحقق من نجاحها بنفسك استنادا إلى هذا سالب ثلاثة يجب أن تنجح وإذا أخذت السالب ثلاثة فإن سالب ثلاثة زائد ثمانية يساوي خمسة وهو بلا شك أقل من ستة إذا لقد نجح هذا وسالب واحد لا يجب أن ينجح إنه ليس من ضمن مجموعة الحل هنا دعونا نجرب ذلك سالب واحد زائد ثمانية يساوي سبعة وهو بلا شك ليس أقل من ستة إذن من خلال التجريب ببعض النقاط يتبين أننا قد حصلنا على الحل الصحيح وانتهينا